السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأجيب أم عبد الله التي قالت أنا ابنها وابنتها لديها هذه المشاكل كتبتها المشاكل التي عندها عد الخشب والبلاستيك دون بلع يعني هذا ليس بيكا هي فقط تعض رمي الأشياء وكسرها فتح الأبواب وإغلاقها فتح الأضواء يعني إشعل الأضواء وإغلاقها أو النور وتمزيق الأوراق قبل ذلك فقط أردت أن أقول لكم شيء جديد أني فتحت قناة أخرى نزولا إلى رغبات الأخوات لأمهات والأعباء لأطفال التواحد أسميتها ببرنامج صحبة أمل لعلاج التواحد اسم القناة أوتيزم تيرابي توي لماذا توي؟ توي معناها الألعاب لأن الكثير من الأمهات اشتكت أن لديها ألعاب كثيرة ولكنها لا تعرف كيف تلعب مع ابنها أو ابنتها وكذلك لديهم مشكلة في اللعب الجماعي مع إخوانهم المهم القناة عملت فيها فيديو طويل وشرحت فيها برنامج صحبة أمل لعلاج التواحد وكل مرة أسجل فيها فيديو وأضع فيها يعني لعبة وكيف تستغلونها أحسن استغلال وكيف ترغبون الطفل باللعب بها والاستفادة منها اشتركوا في تلك القناة أيضا سأضعوا اللينك في أول تعليق إن شاء الله نبدأ بأول سؤال وهو يعني مشكلة هو عض الخشب والبلاستيك هذا دليل على أن أسنانها تؤلمها الأسنان أو الفك أو اللتة ويجب تقديم يعني عضادات باردة أو خبز أو أشياء تأكل تكون مقرمشة أما عن رمي الأشياء وكسرها هذا تعديل سلوك رمي الأشياء يجب معاقبتها وكسرها هي رمي الأشياء يجب تعديل السلوك كنت عملت من قبل تعديل السلوك بإجلاسه خمس دقائق وإفهامي أن هذا السلوك ليس جيد كسرها هنا هنا كسرها وتمزيق الأوراق مع بعض يعني لديها سبب تمزيق الأوراق يحتاج الطفل إلى تقوية عضادات الأصابع من أجل مسك القلم والكتابة لذلك يجب تقديم لها الحل البديل وهو كؤوس يعني من الأوراق الخشينة تمزيقها أيضا مثل هذه تمزيقها يعني أوراق رهفة وأوراق خشينة تمزيقها ولكن في نفس الوقت تعلميها عدم رميها تمزيقها وقدمي لها كيس وتضع القطع الممزقة في الكيس وترميها في القمامة هنا تعديل السلوك يعني تحفيزها على تقوية عضلة الأصابع مع تعديل السلوك أما فتح الأبواب فهذا فتح الأبواب يجب تقديم يعني كؤوس لديها كؤوس في مغالق يعني أشياء تفتح وتغلق يجب أعطاها الحل البديل أو علب علب تستطيعين فتحها وإغلاقها ويجب أن تتكلمي معها عندما فتح الباب أنت أفتحي لها الباب وأريها الشيء علميها فتح الباب وفي نفس الوقت اعمالي هذا حتى لا تستطيع فتحها لوحدها يعني عندما تحاول فتح الباب أنت افتحي لها الباب وأتركيها تنظر إلى أشعة الشمس ممكن هي تحتاج إلى الخروج إلى خارج المنزل يعني أتركيها دقيقة واحدة ترى ما في الشارع معك وليس وحدها وفي نفس الوقت ضاعي هذا حتى لا تستطيع فتحه إذا لم تنتبه إليها مثلا تكون في المطبخ تطبخين أو تعملين شيء آخر ولا ترينها وممكن تفتح الباب وتخرج وتهرب وحدها لا تعرف هم صغار ولا يعرفون وخاصة أطفال أقل من خمسة سنوات يجب إفهامهم الموضوع وليس منعهم المنع لا يفيد بشيء يجب إفهامهم الخطر وفي نفس الوقت إشباع رغباتهم هي تريد فتح الباب؟ أوكي اعملها كذا تكوني معها فتح وغلق ترى ما في الخارج وتتحدث معها في هذه الدقيقة أما بالنسبة إلى الأضواء فكل أطفال توحد تقريبا لديهم حساسية للأضواء يكونوا يعملون يعني ينظرون يرفعون رأسهم إلى الأعلى لينظروا إلى المسباح أو أي شيء مضيء لذلك يجب إشباع رغبتها أيضا بتقديم لها عدة حلول هم يحبون استعمال هذا يعني إطفاء الضوء وإشعاله لذلك يوجد ألعاب يوجد ألعاب على هذا الشكل ألعاب على هذا الشكل عندما يعملون هكذا يعني يشعلون الضوء ضوء صغير هنا ملوم منها أنت تشبعين رغبته ومنها علاج للتكامل الحسي لأن الأطفال الذين يعملون هكذا وينظرون إلى الضوء يعني عندهم مشاكل في التكامل الحسي للأضواء لذلك يجب أن تشبعي رغبتهم فيها ألعاب صغيرة وفيها مثل هذه وهي للأطفال ويوجد ألعاب مختلفة كنت صورتها سابقا في الفيديوهات السابقة في تكامل الحسي أيضا أنه يجب استعمال هذه يجب أن منعها منعها لا يفيد بشيء وهي لا تفهم ذلك هي تحتاج تحتاج إلى رؤية الضوء يطفأ ويشعل لذلك يجب أن توفرها ألعاب فيها أضواء وتستطيع أن تغلقها وتشعلها هم يستطيعون لديهم هذه الأطفال لديهم القدرة على رؤية الألوان السبعة في الضوء الأبيض الضوء الأبيض نحن نراه كضوء أبيض هكذا الضوء الأبيض هذا أنا أراه فقط ضوء أبيض أو بعد الإسفرار ولكن أطفال تواحد الذين لديهم مشاكل حسية في الأضواء يرون سبعة الألوان وهذا ما يجدبهم إلى رؤيته مرة أخرى ومرة أخرى ويحبون أيضا البقاء في الظلام المهمة المنع ليس بصفة عمل منع ليس حل لأطفال توحد أو دويء الاحتياجات الخاصة يجب دائما تقديم الحل البديل وهنا أشكال وألوان يجب أن توفر لهم كل الأشياء التي يحتاجونها أشياء بسيطة موجودة في كل بيت أو أشياء تشترونها في محلات لدينا يبيعنا ألعاب للأطفال ويجب أن تشترك في القناة الثانية أوتيزم تيرابي توي فيها سأشرح الألعاب المناسبة لأطفال توحد ودويء الاحتياجات الخاصة بأسعار مختلفة يوجد أشياء موجودة في البيت وأشياء موجودة في المحلات ونضم إلى مجموعة في الفيسبوك علاج وتجارب أولياء أطفال التوحد واكتبوا أسئلتكم على شكل منشورات لتسهيل الإجابة عليها من قبل مختصين مختلفين وربي يشفي أبنائكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله